نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام أسالس على مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية والتي استطاعت أن ترسخ في شباب وطلع المناطق الحضرية الجديدة قيم الولاء والانتماء وسهمت في الارتقاء بأفكارهم وثقافتهم وتعريفهم بالمشروعات القومية عبر متداياتها المختلفة التي استضفتها بعدد من المحافظات استطاعت مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية أن ترسخ في شباب وطلع المناطق الحضرية الجديدة القيم الاجتماعية والوطنية وقيم الولاء والانتماء منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لبناء الإنسان في هذه المناطق ثقافيا وفكريا وبمناسبة بداية العام السالس للمبادرة نظمت الوزارة احتفالية بمنتج عن الحياة التابع للوزارة بمنطقة الفستاط استمتع خلالها شباب وطلع المناطق الحضرية الجديدة بالألعاب الترفيهية لما تشوف أفضل حفين يحموا يبنوا اليوم كتير وليك يا مصروا تدير لك لبلدنا بالأعمال المبادرة التي استطاعت تشكيل وجدان الشباب وزرعت فيهم الأمل والحلم والتحدي وغيرت حياتهم للأفضل تضمنت احتفالية بداية عامها السالس حلقات نقاشية عبر خلالها الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم وتمنياتهم لمستقبلهم بعد أن فتحت لهم مبادرة الجيل جديد أبوابا من الطموحات والأحلام يمكن تحقيقها أنا هسألك سؤال يا حبيبة إيه الحلم اللي كنت بتحلميه زمان قبل ما تتنقل الأصمرات؟ كان حلمي قبل ما أجل الأصمرات كان حلمي دائماً أن أنا زي ما بشوف في التلفزيون مثلاً أولاد بيروفوا نوادي كده فكان حلمي أن أنا أكون شاركة في نوادي أسر ثقافة الكلام ده فلما رحت حالي الأصمرات كان الكلام ده كل المتوفر إيه يا خالد اللي تغير فيك وإنت حاسس أن وجودك في مبادرة كلنا واحد غيرك وخلك تبص للدنيا بشكل مختلف؟ المبادرة خلتني عندي دموح بتقعد على الفيسبوك كتير يا خالد؟ تشوف ناس بتهاجم بلادك أو بتهاجم مؤسساتها؟ أيوة بشوف بس أي بني آدم هتقابله مشاكل في حياته المهم له هو يعافر مهم أنه هو يعافر ما يهموهش كلام الناس ما يهموهش كلام الناس بداية المبادرة كلنا حاجة ودلوقت بينا حاجة ثانية خالص علمونا إزاي نتعامل مع الناس ونحترم أسرتنا ونحترم بلدنا ولسه فيه تم حاجة جاية كتير قوي تعالينا من مبادرة حاجة كتير قوي تعالينا إراضة والتحدي وإزاي نخاف على بعض شفت مبادرة جير جديد بلدنا بتتطور للأحسن وإحنا منتطور معها شهدت الاحتفالية حضورا من عدد من الفنانين والإعلاميين وخبراء الموارد البشرية الذين أسنوا على المبادرة وما لمسوه من تغيير في هؤلاء الشباب خلال مراحل المبادرة مبادرة كلنا واحد جيل جديد ثلاث سنين النهاردة بنحتفل مولود جديد بيولد أمامنا جميعا بنشوفه إحنا شهداء على هذا الفكر على هذا التطور على هذا البناء العظيم وليس المقصود بالبناء البناء المعماري فقط ولكن بناء العقل شفت قد إيه هناك فكر متطور هناك لغة أخرى هناك شباب جديد جيل جديد فعلا فأنا يعني بتقدم باسمي واسم كل فنانين مصر بكل شكرة التقدير لفحمة الرئيس عمفتاح السيسي على مجادر الجيل جديد أجمل كلمة سمعتها النهاردة أحنا ما كانش عندنا أحلام قبل من نروح المناطق الحضرية وبقى عندنا أحلام الحقيقة مختلفة بيشتغلوا، بينتجوا، بيتعلموا، بيجوا هلا بيشوفوا بلدهم دي الناس إن الحقيقة ما يتخافش على الوطن طول ما تفكرهم بهذا الأسلوب قدرنا إن إحنا نسجل نجاح كبير جداً في شخصية الشباب دول متخالق ديه الشباب دول قدروا يتطوروا تعليمياً وسلوكياً وأخلاقياً مبادرة إيجابية، مبادرة بناءة، مبادرة بتهدف لخدمة الإنسان لأن بناء الإنسان وتطوير الإنسان ووضع مفاهين جديدة من الشخصية المصرية اللي تواكب الجيل الجديد وتواكب الجمهورية الجديدة هو ده اللي إحنا بنهدف ليه أجيل طلاق مصر جديد بتقول دايماً تحيا مصر الاحتفالية استعرض خلالها الطلاق مواهبهم أنا مصري بلدي أنا مصري بلدي وأفتخر بتوربها أرضي وإن كان ما بيني وبينها نار هدسوا عدي وهيجي يوم وتعرفوا إمتي البلدي بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي شفنا في المبادرة إنجازات بلدنا العظيمة مفخورة إن أنا جزء من المبادرة دي زي ما أنا مفخورة ببلدي اللي شفتها من خلال المبادرة تعلمنا في المبادرة دي يا نيتا سامر لما زلنا المسجد والكنيسة في العسيمة الإدارية وعرفنا إنه مبانوا في نفس الوقت وعرفنا إنه تكافل اجتماعي وأقدمه أسر دي بلدي عظيمة وإن شاء الله نكون جزء من المستقبل ده ضمن لشان استفاد منها برضو من خلال هذه المبادرة رائعة زودت معلوماته بدأ يبحث عن كل ما هو جديد في بلدنا العظيمة غير سروقياته نفسه يبقى مثلا زي الزباط اللي أنا اللي هو بيبقى الجاي هو عايز بقى هو المرة الجاي وهو اللي مع الأولاد في حاجات كتير شافها في البلد ما كانش أنا عارف عن عنهاجة عاصمة الإدارية يعني كدوموا أسبوع كل يوم كان بيورهم مكان شك ومبنى شك في حاجات كثير أنا عن نفسي مكنش عارف عن حاجة بس معنا في التلفزيون الولاد صراحة تغيروا كتير نفوا يعتبر البلد كلها من محافظة لمحافظة بتفرروا على المشروعات الجديدة الصناعات اللي بتعملها الدولة صراحة الولاد بقى عندهم تغير في السلوك والانتماء والفكر بقى بيحبوا بلدهم أكتر كل مرة بينتظروا الزيارة الجديدة في المبادرة عشان يتعلموا حاجة جديدة واستفادوا حاجة جديدة كما كانت فرصة لتقديم فقرات فنية وغنائية لاقت تفاعلا من الجميع شفنا حاجة بلدنا بتكبر يوم وراء يوم وحنا بنتغير حتى حياتنا بقت للأحسن حينو بقى الدمنا بيزرر شفت المجهود المهم اللي بتفزيله وزارة الداخلية عشان تربطهم بالبلد أكتر توريهم من الحاجات الإنجازات اللي بتحصل على الأرض أبدأ هيئة من أنهم يبقوا نمازج في المجتمع نمازج قوية نمازج مفيدة سعيد أن أنا موجود من ناردة وسعيد أن أنا شايل في التطور ده اللي بيحصل في الشباب يعني يعني أنا شفت البداية بتاعتهم كانوا بيفكروا ازاي وبعد كده لما حصل في المبادرة دي ودخلوا فيها دلوقتي بيفكروا ازاي وتفكرهم كله تغير يلي بيعرف يتعامل بيعرف يتعامل في التكنولوجيا بيعرف يتعامل في كل الأضراض بيتعامل بالأسلوب الراقي في ختام الاحتفالية وجه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية بابا الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا وزميلة في مبادرة كلنا واحد جيل جديد بنشكر حضرتك أنك فعلا غيرت حياتنا وعملتنا للمبادرة الحلوة دي وخلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني بالمبادرة خلتنا نزور أماكن مكناش مصدقين أنها حقيقية وعرفنا أن كل حاجة عملت كانت مهمة لمستقبن والنهاية دي معصر الجديدة ده احنا كمان بنغير أهالينا وأصحابنا احنا فكرنا إزاي نوى أن نوصل إحساسنا لحضرتك فكتبنا لك الجواب ده احنا كلنا بنحبك ونفسنا نقابل حضرتك لأنك أملنا في بكرة وعلى إيدك نحقق كل أحلامك شكرا يا باب بداية عام سالس من مبادرة الجديد برعاية رئيس الجهورية ومنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية فهي غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الذين أصبحوا أكثر طبوحا في المشاركة في بناء مستقبل هذا الوطن وأصبحوا أكثر فخرا بالانتماء إليها عبدالبركات التلفزيون المصري